الحاجة الثالثة والمهمة جداً في مسألة التخلص من العلاقات المسمومة أن احنا لازم نراجع مسألة الحرام والحلال في العلاقات احنا الحرال والحرام في العلاقات بقى عندنا فيه سيولة في العلاقات لازم نراجع هل اللي احنا بنعمله في العلاقات ده حلال ولا حرام تعليق الناس ده حلال ولا حرام حرام أكيد لو حد تالت حاجة رابع إجراء لازم نعمله لو حد بيصطاد يبطل يصطاد إن في لحظة من اللحظات حياته عتبقى مليانة سم سم إيه مش هيبقى يسخ في امرأة ومحدش عارف هل السنرة دي ممكن تتردله في بيته ولا لأ لو واحدة بتصطاد بلاش بلاش علاقات مسمومة يبقى الإجراء اللي احنا فيه ايه توبوا عن تسميم علاقات بعضكما وخلوا بالكم من التسميم إن انت ما تحترمش علاقة وإن انت تهملها وإن انت ما تهتمش بيها الحقوا علاقاتكم قبل ما تتسمم ورجعوا فيها الحلال والحرام وكمان اهتموا بعلاقات الناس القرابين منكم وعيشوا معاهم عيشة صحيحة وما تعيشوش أبدا في الحرام ولا تعيشوا في الظلام خلوا علاقاتكم كلها في النور وما تخلوش علاقات وخاصة لو كانت بين الجنسين ما تخلوش علاقاتكم في الظلام في الظلام يا رب يرهمنا يا رب إن احنا نكون من أصعاب العلاقات الحسنة يعني علاقات الطهرة علاقات المنورة علاقات التي تفتح القلوب على حضرة المحبوب سبحانه وتعالى وما تجعلناش يا رب ما تكتبهاش على حد فينا يا رب إن هو يكون في علاقة مسمومة خلي كل علاقاتنا يا رب مع أحباب يخافوا ربنا يخافوك يا رب عشان حياتنا تكون مستقرة وحسنة